أصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولو فون ديرلين مساء يوم الاثنين بياناً جاء فيه موافقة الاتحاد الأوروبي على منح ترخيص للتسويق المشروط لللقاح لمدة عام والسماح له بدخول سوق الاتحاد الأوروبي قالت إن اللقاح سيكون متاحاً لجميع دول الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت وبنفس الشروط وسيتم في هضون أيام قديلة شحن الدفع الأولى من اللقاحات من قاعدة إنتاج شركة فايزر في بلجيكا وفيما بعد يمكن للبلدان المختلفة بدأ حمل التطعيم قالت مدير وكالة إيمير كوك في مؤتمر الصحفي افتراضي عقد في اليوم ذاته إن الوكالة الأوروبية الأدوية أكملت تقييم اللقاح بناء على بيانات تجارب السريرية لحوالي 440 ألف شخص بهدف ضمان سلامته وفعاليته وتلبية معايير الجودة اللازمة ويمكن تطعيمها للأشخاص الذين تزيدوا أعمارهم عن 16 عاماً أضاف كوك أن عمل التقييم لن تنتهي حيث ستواصل وكالة جمعة وتحليل بيانات اللقاح بشأن السلامة الفعالية وفي حديثه عن فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا الجديد المتحور في بريطانيا قال كوك ليس هناك دليل على أن اللقاح غير فعال ضد الفيروس المتحور هذا وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران مساء يوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن فرنسا ستطلق حملة تطعيم في الساعة والعشرين من الشهر الجاري وذكرت أنباء سابقة أن ألمانيا والنمسا وإيطاليا تخطط أيضا لبدء التطعيم في نفس اليوم اشتركوا في القناة